بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم العليم مبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى ومدين وبعد فهذه الأيام يتكرر فيها ما مضى من تاريخ الصراء بين الحق والباطل من تاريخ الصدام والمعركة الضارية الضروس بين قافلة الهدى حملة المبادئ حملة المبادئ وبين قافلة الشر أريد أن أذكر إخواننا الأكارث بأن الحق هو الحق وإن قل سالكوه والباطل هو الباطل وإن كثر أتباؤه ومؤيدوه فالحق لا يعرف بالكثرة وإنما يعرف الحق بأدلة شرعية أدلة الناصعة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا تشاجر المتشاجران واختلف المختلفان فأنت ما عليك إلا أن تنظر إلى ما يستجل به كل فريق فالذي يستجل بالكتاب والسنة على وفق فهم صلاة هذه الأمة وهو الذي على طريق الهدى وهو الذي على طريق الرشاة وهو الذي ينتصر في نهاية المطار وإذا رأيتم من يستجل بالمنامات وإذا رأيتم من يستجل بالمنامات وبما هب ودب من أقوال من ليس قوله بهجة فهؤلاء هم على غير الجادة المستقيمة فهؤلاء هم الخاسرون في نهاية المطار ومن طبيعة أهل الهق أنهم ينطلقون من أدلة الشر ومن طبيعتهم أنهم صابرون ومن طبيعتهم أنهم يهاولون الإقناع عن طريق الدليل بخلال ذلك أهل الباطل أهل البدئي أهل الخزعبلات إنما ينتقمون من أهل الخير بالسب وكيل من الشتائم بالضرب أحيانا والقتل أحيانا وبالإبعاد أحيانا وبالإصاءة بكل ساكت من القول يعقذون ذات اليمين وذات سمال يضربون هذا ويصبون هذا فهذا كله أنوان على تعاستهم ودليل على أنهم غير طريق المستقيم على أنهم على غير هدى المستقيم فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أطنع قومه بالدليل جعل وأخذ آلهتهم أودى بهم ضربا وفتكا فجعلهم جزاد إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون لما رجعوا إليه فقالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينتقون عند ذلك أدركوا أن هؤلاء الآلهة غير قادرة حتى على التهرك غير قادرة على المسي ناهيك عن الضرب فكيف يستطيع سنم من الأصنام الإتداء على غيره من الأصنام رجعوا إلى أنبتهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم بعد ذلك نكسوا على رغوتهم مرة أخرى فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال إذن أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تأكلون الآن أفحمهم بالدليل ليس إنهم ما يستدلون به إن ذلك لجعوا إلى القوة لجعوا إلى الضرب قالوا حرقوه وانسروا آلهتكم إن كنتم فائلين ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم انسروا آلهتكم إن كنتم فائلين قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وصلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأكثرين ونزيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للآلمين ووهبنا له إصحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين والقصة لم تصل تتكرر عبر القرون وعبر تاريخ هذه الأمة في تاريخ هذه الأمة كنتم ستكرر عبر القرون بيانا أقنجا قصر موآل وكانا أقنجا أدينا أجل من المصدر ثم نقاط في علامة حدري ابنفر قوه سيني قيدة تأبو كانان أداء ورقا الدين المسلمسي سكي كله ورقا الدين المسلمسي تنتلسلي تنبل أغل تنتاريهم المسلمسي تاريهم صور حرياً زوا يو إلن ونن قيدن دماكر بيقشي باناي ومسلمسي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة